السير الصبحي اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج السير الصبحي حلقة النهاردة مختلفة لان هي بطلب اصدقاء من الجزائر الصراحة وما طلبوا مني موضوعين مختلفين اول موضوع كان مكرنبا محرز وصلاح طلبت مني كتير اوي اوي تاني موضوع كان ابرز نتائج او نتائج المنتخب الجزائر وليه ما بتتكلمش عن الجزائر يا سير الصبحي هنتكلم النهاردة عن الجزائر والرقم الكياس اللي حققته الجزائر وهنتكلم عن تلات منتخبات عربية مع الجزائر بالنسبة للمنتخبات اللي هنتكلم فيهم الاربع منتخبات اول منتخب يبقى تونس اللي في المركز التسعة وعشرين عالميا متقدم عن جميع المنتخبات العربية الافريقية في التصنيف العالمي بعد تونس بييجي المنتخب الجزائري في المركز التمانية وتلاتين عالميا بالمناسبة الجزائر كانت اول السنة بس في المركز التسعة وستين عالميا يعني تقدم رهيب بعد الجزائر بتيجي المغرب في المركز التسعة وتلاتين عالميا بعد المغرب بتيجي معانا منتخب مصر الوطني في مكانه متحركش في المركز التسعة واربعين عالميا من غير كلام كتير ومن غير تضيع وقت انزل امعلم اعمل اشتراك وفعل جرس التنبيهات واهم حاجة اللايك الجميل ويلا بينا نخش على المفيد الجزائر برقم كياسي محلي بعد 18 ماتش بدون هزيمة يعني الجزائر ما تغلبتش من شهر 2 2018 بس لو اتكلمنا عن الرقم الكياسي اللي الجزائر عملته بنظرة اعمق شوية هنعرف ان الجزائر في 2013 في امم افريقيا كانت اخر مجموعة بتعادل واحد وخسرتين وجزائر بتاعة كاس العالم 2014 اللي قدمت مستوى مبهر ومستوى يعني مستوى كان فخر لأي عربي بعد ما عملت نتائج جميلة جدا وصعدت لدور الستاشر وتغلبت قدام المانيا جزائر اللي عملت قدام المانيا ماتش لو انت مش فاكر الماتش ده ارجع لليوتيوب وصوف الماتش ده الجزائر عملت فيه ايه وكانت قريبة جدا من ان هي تكسب بس طبعا بعد كل النتائج المبهرة اللي الجزائر عملتها في كاس العالم تفاجئنا كلنا باستقالة المدرب خليلوزيتش من تدريب الجزائر وانتقاده للصحافة الجزائرية وبانت بعدها المشاكل اللي موجودة في الاتحاد الجزائري وكان بعدها المستوى كان في انحضار رهيب للمنتخب الجزائري في تصفيات كاس العالم منتخب الجزائر كان متزيل المجموعة ست مباريات اتنين تعادل واربع خسارة بالنسبة بقى للمرحلة الحالية اللي انا بسميها مرحلة بالماضي المرحلة دي هي اثبات الزات للشعب الجزائري بعد التعصرات العجيبة الغريبة اللي حصلت للمنتخب بعد كاس العالم 2014 من خروج من امم افريقيا ومن عدم تأهل او نتائج غريبة جدا حصلت في تصفيات كاس العالم وجزائر في امم افريقيا الصراحة انا متفاجعتش بمكسب الجزائر والناس كتير كانت بتتوقع ان الجزائر تكسب امم افريقيا لكن الغريب في الموضوع او المسير ان الجزائر كانت جاية باكبر جهاز معاون في امم افريقيا ضمن المنتخبات المشاركة كلها جهاز معاون يعني اخصائي المساج واخصائي العلاج الطبيعي والتيكتيكي كل ده تحت مسمى جهاز المعاون بيفكروني بكرواتيا في كاس العالم كانت برضو اكبر منتخب جايب جهاز معاون فكل الشغل ده بيبام طبعا في ارض الملعب وبالماضي اللي اشتغل صح جدا بالذات على الجانب النفسي واشتغل برضو على الجانب التكتيكي والفني واستغل كل اللي في ايده خصوصا بعد المعاناة اللي عاشها كل جزائري على الكوكب ده خصوصا ان الشعب الجزائري بيعشق الكورة وبرضو كل نجوم الجزائر كانوا في مستوى تصاعدي كل واحد بينتقل من نادي لنادي احسن وبرغم ده كله مش قادرين يحققوا نتائج له في امم افريقيا ولا قادروا يصعدوا كاس العالم فكل المعاناة دي احنا شفناها طبعا على ارض الملعب مع المنتخب الجزائري والروح الفريق ككل في البطولة الاخيرة لامم افريقيا مش فارق مين جاب الجون مش فارق مين برا مش فارق مين بيلعب شفنا روح لاول مرة بنشوفها من سنين في المنتخب الجزائري ونقفل بقى صفحة الجزائر ونفتح صفحة الفراعنة صفحة المحروصة محروصة او المنتخب المصري اللي كان بيضم جيل زهبي وكان بيضم طبعا مدربين كويسين جدا زي برادلي وكوبر بس كوبر يعني الراجل ده انا شايف انه هو عمل اعجاز مع المنتخب المصري لانه هو وصل النهائي افريقيا زائد انه وصل مصر نهائيات كاس العالم والراجل ده الصراحة يعني الصحافة المصرية والاتحاد المصري والشارع المصري جم عليه جدا 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 الراجل ده كان بيحقق نتائج كويسة جدا لكن كل الكلام ده ما شفعش ليه عند الصحافة والاتحاد وطبعا الشعب المصري كانوا طلبين منه كرة جميلة مش عايزين كرة دفاعية طبعا الكلام ده كله كان صعب جدا بعد جيل الزهبي المصري الناس دي خلاص بقى كبرت يا عم الحاج الناس دي شطبت خلاص وكان في مرحلة بناء جديدة باختصار كده ما كانش معاه عناصر زي عناصر الجيل الزهبي برضو انا حابب ان اسألك سؤالي يعني باستثناء صلاح فيه لاعب في المنتخب بتاع اليومين دول زي براكات طبعا هتقولي لأ طيب احب اقولك ان براكات بالنسبة للجيل الزهبي ما كانش واخد فرصته وما كانش يلاقي له مكان في وسط التشكيلة بتاعت منتخب مصر لدرجة ان براكات في ماتشه من الماتشات كان بيلعب باك شمال يا جماعة ننسى الجيل الزهبي ونلعب على قد امكانياتنا ايه المشكلة يعني لما نبقى منتخب باصي لصلاح مفيش ايه مشكلة بعدين كفاية ان الراجل ده حل المشكلة الازلية للمنتخب المصري اللي هي كان بتتمثل في العرضيات وبالمناسبة هي المشكلة دي مش منتخب المصري بس لا ده في جميع المنتخبات العربية المشكلة العرضيات لكن الفترة دي الصراحة مش عارف يعني احلل ايه احلل ايه يعني احلل يعني انت لو جيت تحسبها يعني هو فين التكتيك هي فين الاختيارات يعني لانا هحلل اقول لك يبقى ضحك ضحك عالمي يعني انا في حلقات الدوري الانجليزي انا مقضيها ضحك على ارسنال ارسنال ايه ده نعمة ده ارسنال نعمة بالنسبة للمنتخب المصري يعني احلل ايه احلل ايه في مدرب مثلا ما حلل احنا لسه مقتنعين بمدرب محلي واحنا كمصريين ما ينفعش معانا غير مدرب اجنبي طبعا احنا عكسنا الاية مدرب اجنبي هيفاجئنا بامكانياتنا هيفاجئ الاتحاد هيفاجئ الصحافة هي امكانياتكو كده يا جماعة العبوا على قد امكانياتكو لكن ما تجيبليش مدرب يجيبلي لاعب ملعبش بقاله كم شهر ويقول لك اصطنا مقتنع بيه لأ اما احلل ايه نقل بالصفحة احسن بالنسبة بقى للمغرب المغرب اتقل فريق في الشرق الاوسط كعناصر موهوبين ونجوم كبيرة جدا موجودة في المغرب يعني كفاية بس اشرف حكيمي ويونس بالهندد لوحدهم يشيلوا فرقة يا جماعة من الاخر كده اللاعبة وقفة في الملعب يعني اخر خمس مطشاط للمنتخب المغربي سجل خمس اهداف واستقبل زيهم ومعهم مدرب كويس جدا خليلوزيتش اتكلمنا فيه طبعا في فكرة منتخب الجزائر مدرب عالي جدا جدا لكن المشاكل اللي موجودة في المنتخب المغربي موجودة من ايام رينر اللي حقق معهم رقم كياسي جدا بالتأهل للمنديال بعد غياب طبعا عشرين سنة بس بعد كده كانت استقالة رينر من المنتخب المغربي بعد الخسارة من بنين في ضربات الجزاء في امم افريقيا 2019 وكانت بداية المشاكل وظهرت المشاكل من هنا ومزالت المشاكل موجودة في المنتخب المغربي والاتحاد المغربي حتى الان واتمنى ان المشاكل دي تنتهي ونفس مشاكل المنتخب المغربي موجودة برضو في منتخب تونس اللي هي التخبط في الاتحاد وتخبط في الصحافة لكن تونس الى حد ما ماشي على مشروع بناء مشروع البناء ده كان من كذا سنة المنتخب دلوقتي فيه عناصر شباب كتير جدا طبعا مع عناصر خبرة موجودة في المنتخب التونسي ومنتخب تونس اللي هيلاعب بكرة ان شاء الله غينية اللي انا بتوقع مكسب المنتخب التونسي لكن برضو فيه تخبط في مستوى تونس شفناه من امم افريقيا تونس اللي بتعتمد على الروح القتالية كان فيه تخبط برضو في الروح القتالية وما كانش فيه مستوى ثابت لتونس وبكده نكون لخصنا اربع منتخبات عربية لو السلسلة دي عجباكوا وعايزيني ان انا استمر في السلسلة دي ممكن نكمل باقي كلامنا عن باقي المنتخبات العربية ممكن برضو نعمل حلقات مخصصة نتكلم فيها بالتفصيل عن اي منتخب من المنتخبات بالنسبة برضو لأي حد مش عجبه كلامي تعالى نقشني ولو عجبك كلامي ما تنساش يا معلم تنزل تعمل اشتراك وتفعل جرس التنبيهات واهم حاجة اللايك الجميل واشوفكو الحلقة الجاية سلام